هل احنا تأخرنا شوية في التحول الرقمي أم الوقت المناسب بالنسبة لمصر لتأخذ هذه القطوة؟ والله احنا محظوظين خير اللي بحصل في العالم اقتصاديا ادى فرصة كويسة جدا لمصر تمام؟ ان احنا ناخد فرصتنا في التحول الرقمي وخصوصا ان احنا عندنا ادارة سياسية قوية مع ارادة سياسية قوية بتدفع الامور بتصارع غير طبيعي في الاتجاه الهدف وفي الاتجاه المستهدف هل بتقصد المشاكل كوبيد 19 والمشاكل اللي حصلت في العالم؟ بالضبط 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 كرام دا كله عمل دلي في حاجات كتير جدا في العالم صحيح واللص ان احنا بدأنا في الوقت اللي احنا كنا قادرين فيه نحنا قوم بالموضوع بعد بناء الانفراستركشور او البناء التحتية اللي هتتحمل طبعا المنظومات الرقمية صحيح عشان تسع كم المعاملات الحكومية والخاصة هو يعني ايه بالراحة برضو عشان استدر مشاهديني بمعادة تمام ايه هو التحول الرقمي بالضبط التحول الرقمي دا حضرتك نظام عالمي تمام بيدفع النظام الاداري لاتجاه الارقام بمعنى ايه ان احنا كنا نشتغل على اي معاملة حكومية او خاصة بالورقة صحيح الاجراءات حضرتك دلوقتي تحولت للنظام الرقمي اللي هو الالكتروني يعني بعد حراك ما اعمل خمسين ورقة عشان معاملة معينة اصبح الموضوع الالكتروني بيصير بسرعة كبيرة جدا جدا بتوفر في الوقت وفي الموارد وبتزود عدد المعاملات بجودة معينة وباخطاء اقل وكمان بتساعد حضرتك كمان في ضرق الفساد لان داخل فيها طبعا الحوكمة والشؤون المالي وكلام دا كله فده بيساعد حضرتك على تنصيب جهات رقابية ومستويات رقابية بتقلل نسبة الفساد او الكوروبشن بنسبة كبيرة جدا جدا وده معروف في الدول العربية يعني نسبة بتاعته عالية فاحنا شغلين عليه كهدف استراتيجي في اتجاه الـ 20-30 اللي هي الرؤية الاستراتيجية للدولة يعني الموضوع كله على بعضه مفيد من جهات مختلفة كتير يعني منها سرعة لأداء المعاملات ومنها المكافحة الفساد وتقليل الأخطاء وتقليل الوحيد تقليل الموارد كمان لأن حضرتك لما احنا كنا حضرتك بنشتغل بالنظام التقليل القديم الورقي كنا احنا قادرين على عمل مثلا 10 معاملات في اليوم مثلا تمام الوقت حضرتك مع النظام الإلكتروني والتحول الراقبي حضرتك احنا ممكن نعمل 100 معاملة في اليوم فده حضرتك هيزود حضرتك الإرادات اللي جاية من المعاملات دي بلس ان هيك حضرتك هتوفر إرادات للدولة بشكل غير مباشر لأن حضرتك استخدام البناء التحتية كمرور وكبنزين وكا 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 حراك ده كله بيصب بشكل غير مباشر حضرتك في توفير على من المصرفات اللي ده اللي بتصرفها عشان تقدر خدمات دي حتى مصرفات الأفراد نفسهم طبعا مصرفات الأفراد حضرتك والحالة النفسية الاجتماعية كمان بشكل مباشر لأن الإنسان المصري لما بيروح كان يعمل معاملة حراك بالنظام التقليل القديم الورقي حضرتك كان بيحس أنه هو بيقوم في مهمة يعني حضرتك مستحيلة لكن دوقت حالك أنا رايح أو ممكن ما رايحش كمان أنا ممكن أعملها حراك وانا أعاد في البيت أو أخلي ابن السغير عشان خاطر الأولاد شوية يعني تفكيرهم في التكنولوجيا ومتوافقين مع التكنولوجيا حضرتك عشان خاطر يقدر يوصر ويعاملوا معاملات دي منتظر سهولة وبساطة لأباءهم لو مش قادرين احنا نتكلم معاملات ايه بالزبط كل حضرتك المعاملات الحكومية حضرتك الدولة حطاها في خطة ممنهجة عشان خاطر تاخد إدارة إدارة وقطاع قطاع عشان توصل إن كل المنظومة تبقى رقمية تمام؟ فإحنا خدنا مثلا حضرتك قطاع مثلا في الداخلية الجوازات قطاع مثلا حضرتك المرور قطاع الشهر العقاري الحاجات اللي بتمس المواطن بشكل حضرتك يومي حضرتك ده بتأثر في كل بتنعكس في كل اقتصاد وفي حالة نفسية واجتماعية كمان ده المواطن فبدأ المواطن نحس بيها وده اللي احنا عايزين نوصله يعني في نهاية وفي دول كتير طبعا حققت طبعا والنتيجة احنا شفناها حضرتك برا مصر وكنا بنتمنى في يوم الايام انها توصل لمصر بس الحمد لله بدا ننشوفها بشكل كبير جدا جدا والحمد لله نسب الإنجاز ماشى مع الخطة الموضوعة للتحول الرقمية ايه الخطة بالزبط يعني المفروض نوصل مفروض حراك نوصل لحراك في عشرين تلاتين ان شاء الله زي ما قال سياد الرئيس ان احنا نوصل ان الدول مصر دولة رقمية بالكامل طبعا ما فيش ايه تعاملات ورقية بقى من هذا وحتى فيما يتعلق بالاقرارات البرابية كل ده حضرتك احنا بدأنا حضرتك في المراحل التجربية وبدأنا حضرتك الناس خارة ديدلاين او وقت محددة ان هي ما عادش هتعامل بالورق بعد كده في قطاعات معينة ومن ضمنها القطاع الجمركي ان احنا بصرد النهاردة التركيز علينا نهاردة ان شاء الله قبل ما نخش برضو في القطاع الجمركي هل ده محتاج نوع جديد من تدريب سواء كان الموظفين او المواطنين نفسهم وزيادة وعي وزيادة او محو الأمية الرقمية اللي موجودة عند البعض عشان نوصل لده بشكل مريح طبعا 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 احنا نتكلم على موضوع عملية تطوير عملية تطوير حراك ده بيكون فيها قصة البحث في الفجوة ما بين النقطة اللي احنا عايزين نوصلها والمحطة اللي احنا فيها وعايزين نوصلها فكل حضرتك العوامل المرتبطة بالموضوع تم العمل عليها من ضمنها حضرتك تدريب 25000 كادر مسؤولين على التحول الرقم ودول طبعا طبعا بالطبع هيكونوا طبعا مدربين للمدربين ويمدربوا حضرتك الناس اللي هيشتغلوا في التحول الرقمي بلص ان احنا الدولة شغالة على الوعي المجتمعي بترفع طبعا طبعا مستوى التعليم وبتعمل طبعا تحول في التعليم للتعليم الابتكاري اللي هو مبني مربوط بالتكنولوجيا بلص ان الدولة شغالة على محول أمية بشكل كبير جدا وكلفة الجهات طبعا الجامعات والكلام ده كله عشان تشتغل على الموضوع بلص ان احنا حضرتك علينا دور كمواطنين ان احنا نقوم به في مساعد بعضنا البعض وده دور وطني ما بقلش وطنية عن اي جندي موجود في المدان تمام فأي واحد فينا قادر على تعليم الاخرين يقدر يعملها وإلى حينه حضرتك في مراحل تحولية بتحصل الوقت على الأرض الواقع انه في مراكز طبعا أعمال هتقوم بمساعدة الجمهور وكلام ده كله عشان نوصل لان دي تبقى ثقافة العادية العامة بالضبط العامة بالضبط يا فن حتى على كبار السن مفيش مشكلة سهلة مفيش اي مشكلة يعني كل الموضوع مدروس حضرتك والموارد توفرت البشرية والمادية تمام حضرتك في وقتها المناسب ترجمة نانسي قنقر